موسيقى مرحباً، نحن في الفيديو الماضي أعطينا مقدمة عن محاضرة السيو بي دي فهذا الفيديو سنفصل بالإصلاعات سنبدأ بمقدمة عامة، هناك بعض الشيئات فيها مهمة مثلاً كوزة السيو بي دي خمسين برين، هذه مشكلة مهمة سيو بي دي خمسين برين، وهذه أتوقع أن تريد عرفينها من الباثر ويصير ثرد مقابلة أخيراً بمقابل عمد 2030 فهذا كانت العامة الماضية هي تعتمد عملية المعارضة في مجال السيو بي دي وانتظر، قائد العامة أن سيو بي دي يكون موجود عند الختائر في أغرب الحالات بي تلاقي الشخص عمر 50 سنة واكثر لكن في قرد من الحالات ممكن يكون الشخص شاب يكون عمره 35 سنة أو أقل ليش؟ لأن واحدة من مسببات السيوكي دي هو مرض وراثي اسمه أنفا 1 Anti-Tripsin Deficiency بتفصله فيه في الباترو المهم كونه مرض وراثي أكيد أحوضه بالشخص على عمر صغير هلذا طبعا شو the greatest risk factor in the smoking طبعا؟ It is directly linked to the progressive decline إيش معناته هذا الحكي؟ معناته أنه السموكي دي مسؤول عن الانحدار الشديد اللي بصير عند الأشخاص معهم السيوكي دي فبالتالي إذا أنت أجيت عن شخص وعطرته بس علاج دون ما تحكي له يوقف الـ smoking أنت هيك ما بطقت الانحدار فاحضار ماشي بوطيره عادي فأهم إشي في علاج السيوكي دي هو أن يوقف الـ smoking اتطلع هنا حوالي 15-20% من الحادات يعني 5 تقريبا بيكون موجود في non-smokers طب ليش؟ يعني بيكونوا هدولة النون-smokers مدخنين سلبيين يكون شخص حواليهم بيدخن أو هدولة النون-smokers بيكون معهم مثلا Alpha-1 Anti-Tripsin Deficiency أو بيكون مثلا يشتغلوا في المصانع فبيستنشقوا غازات وبيستنشقوا مهيجات في عندك مليون سبب وسبب لكن أنا بدي أكتم تبع عليه أنه ممكن يجيب لك الدكتور سؤال في الامتحان ويحكي لك COPD occurs only in smokers فشو تجابه؟ لا إذا أنت هتحكي للدكتور سوفيان وحيجيب لي سؤال patho زيه بحكي لك يس ممكن يجيب لك سؤال which of the following about COPD is true which of the following about COPD is false فعشان هي كان قاعد بفصل لك في المقدمة إذا لم يكن هناك شيء منهم ممكن أن أشطب تأكلها هذا COPD is a chronic مزمن irreversible obstruction حكيناها في المقدمة of airflow that is usually progressive worsening and characterized by persistent symptoms ما بدهم شرح it is not curable غير قابل للشفاء وحكيناها but it is treatable يعني أنت بطعت العلاج عشان تبطئ الانحضار تاعد الpatient هذا الdefinition هذا الحكي يبدي شيئا هون تعفنا COPD في عندك منها chronic boncratis ومفيزيما واتفقنا في المقدمة إنه chronic boncratis ممكن أعطي special drugs يتقلل الإنflammation لأنه الناس معهم بchronic boncratis يكون الإنflammation في الـ airways عندهم أكثر بسبب وجود الميوكس فبس سايحي النقطة اللي بتمني بقية الشغلات هون ما بتمني كله شرحناها في المقدمة أنا بس بدي إياك أتدقق على كلمة irreversible وبرجع بذكرك كيف بتشخص COPD post bronchodilator spirometry بعد مطاعة bronchodilator أوكي فبتظلها الفي بي ون على الفي سي ريشو أقل من 0.7 بينما في الآزمة post bronchodilator FV1 ون على الفي سي ريشو بتتحسهم تصير أكثر من 0.7 حكيناها في المقدمة هذا الحكي بدي شيئا نجي نتطلع هون شو الدفرنس بالـ pathophysiology بين COPD وبين الآزمة وهي مهمتها ممكن دكتور يجي يحكي لك مثلا أنا بدي أخطر عدوة جديد يستهدف مثلا هذا الكمبونت هو CD80 يستهدف اليوزينوفيز فهذا الدواء على أي ديزيز سيكون эффектив أكثر فعشان أي كوي هاي شغلة مهمة الدكتور سوفيان بيجيب Mechanisms of Action نفس مبدأ الدكتور طارق بيحكي لك يلا دواء جديد ويحكي لها إيش بيشتغل فتطلع هون بالـ COPD ينتهون في عندك CD8T lymphocytes اللي هم منسميهم cytotoxic بنا في الآزمة بيكون عندك CD4T lymphocytes اللي هي T helper هذا بالـ COPD في عندك Neutrophils وفي عندك برضو COPD Monocytes وماكروفجز من نوع CD68 يعني هاتو عندهم بروتين CD68 وبرضو بيكون في عندك proteases موجودة في COPD خصوصا في حالة الإمفيزيمة والطلع في حالة Alpha 1 Antitripsin Deficiency وكما في عندك انتن inhibitors لالبروتياز تبتعرف ان الشخص لازم يكون في عنده انه انه موجودة في الميونس تاعت الالفيولاي بحيث انه ما يأكل الالفيولاي طب الشخص مع Alpha 1 Antitripsin Deficiency ما في انهبيتر بروتياز فيش اشي يكبح جماحه فيعيف فسادا في الالفيولاي رح تنشرح معكم في البراث بالتفصيل ان شاء الله المهم انه في الآزمة زي ما حكينا عندي CD40 lymphocytes في عندي يوزينوفيل وفي عندي Increased Interleukin 4 and 5 شاف يوزينوفيل اللي بيميز انك كثير بتكون حساسة للكورتيكوسترويد فعشان هيك في حالة الآزمة الكورتيكوسترويد ستدعب دور اكبر بكثير من الدور اللي بتدعبه في السي او بي دي طيب شو السي او بي دي اسمع كثير عامة السي او بي دي استحادة شخص السي او بي دي او حتى تشخص الآزمة بس من السي او بي دي فتطلع الشخص بيكون عنده ديق نفس ديسنية وطبعا هاي الديسنية هي نفسها breathlessness بتكون chronic معناته بتكون على مدى اسابيع وعلى مدى شهور لو كانت ديقة نفس يومين ثلاثة ووقتيه بفكر بشغلات ثانية زي نومونيا بفكر في بي اي اللي هي جلطة في الرئة وهكذا المهم chronic cuff ممكن يشكي من cuff لتكون chronic أكثر من 8 weeks sputum reduction بلغام تكون مرات مع بلد بنسميه hemoptysis re-reasing chest-tide certificate sleeping fatigue شو ما يحط للك يشو يحط للك المهم انه يكون respiratory symptom وما منيعتمد عليها نعتمد على spirometry زي ما حكينا في المقدمة يجعلون على treatment and management quit smoking لازم يعمل quit smoking regardless of stage and severity of COPD or age of the patient بغض النظر معك مارد موضل سبير بصر ايش قديش عمرك smoking بدناش نسمع سيرته تمام ممكن دكتور يجيب لك سؤال يحكي لك انه quit smoking is only advice for people لما هم severe COPD تحكيله لك quit smoking ده كل حدا ونكمل بدك تتعلم الpatient عن COPD وتعمله counseling كيف يستخدم البخاخ لانهيدر بطريقة صحيحة وبدك تتعلم seasonal influenza and covid-19 vaccinations لماذا؟ لانه اتفقنا ممكن الpatient يفوت بسبب الاتهابات بسبب دخول pathogens فانتقاط مطاعم ضد pathogens عشان تمنع الاتهابات وبالتالي تمنع الاتهابات عند الناس بما هم COPD هذا الدايت ما في لكن الناس الابيس يعانون من مشاكل في التنفس وعندهم ديقة نفس فلو الشخص معاه COPD الابيس يخسر وزن ورجع body mass index يصير نورما فهيك يعني بلتاح شوية من ناحية ديقة نفس وطبعا ننساش pharmacological therapy الهدوية التي ستعطيها ماذا يستخدم الاساسية الانهيد boncodilators ممتاز عشان هكرا سنبدلش فيها شو كانت انواعهم بيتا 2 adrenergic agonist وفي عندي الماسكارينيك antagonist الماسكارينيك اسمهم الثاني anticholinergic لانه التوانزمتر اللي بفاعل الماسكارينيك رسبتر اسمه acetylcholine فanticolinergic مضاد للأسيتاركولين هذا مضاد بمنع الأسيتاركولين انه يرتبط مع الماسكارينيك رسبتر فهم نفس المصطلحات يعني كلهم بيخدموا نفس المعنى المهم انه الانهار بونكو داريت تسبرد النظر عن نوعهم are the foundation هم ركيزة العلاج در the stable COPD در the foundation وفيه كلمة ثانية غير foundation هي main state تعودوا على هاي المصطلحات ممكن الدكتور سوفيان يجيب لك اياهم foundation main state main treatment المهم انه هيش ركيزة attention ممكن الدكتور يحكي لك انهار corticosteroids are the main states of COPD يجيب لك option زي هيك الامتحان تجابه yes تحكي له ده no تمام وهذا السؤال وارد يجي تمام انه حكينا انهار corticosteroids بلعبوا دور اكبر في الازمة وده انا مش غلطان كأنهم المين state للازمة هم الانهار corticosteroids لكن في COPD ده العكس الانهار bronchodirators increase airflow بيزود تدفق الهواء alleviate symptoms alleviate معناه تزيل and decrease exacerbations بيقللوا من فرص حدوث exacerbations اشايف الاثنين corticosteroids والbonchodirators بيقللوا من حدوث exacerbations attention ممكن تجيب لك الدكتور option يحكي لك ان هذه bonchodirator increase airflow only alleviate symptoms without decreasing exacerbations دون ما يقلل exacerbations شو بتروح تنقي هذا option تحكي له هذا option غير صحيح انت بجوز مستغرب تحكي معقول دكتور سوفيان بدقق لهذه الدرجة يس بدقق لهذه الدرجة في options فعشان كنت تكون حافظ كل كلمة طب نكمل مع بعض unfortunately نحن نحن نبقى مع بعض ان patients في انحدار مستمر فحتى مرات ما طاعت العلاج وكانت available care many patients still experience a decline تضلع امورهم في النازل lung function over time العلاج فقط يبطئ طب نيجي على هذا الالغورثم الالغورثم هذا مهم إلى حد الماء ممكن دكتور يجيب مصطلحات فيه طب 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 كل شغلة ذكرناها لكن من باب التأكيد طبعا التأكيد راح تقلل المعاناة البيشن فيما تريب السمتم تعديقة النفس ويقعها إلى آخره وطبعا لما تعمل هذا يتحرك يتحرك روح يمين شمال يحس أن حياته جدا أحسن ويقوم التأكيد طيب أوكي تنساش يا دكتور أنه هذا الشخص مع Stable Cerepid ليس بس يعاني من ناحية أعراض يكون في رسك أنه تصدر Exacerbations فعشان هيك أنت تدير بالك من هذه الشغلة وتنساش أن Cerepid قاعد يصير أسوأ شوي حتى في مرحلة Stable فأنت تبطئ الانحدار وكما تبطئ المعاناة المعاناة والموتالي فرص موضو طبعا تنساش أنك راح تستهدف رسك فاكتور الأصلا سببت C.O.P.D عنده زي Smoking Fumes Angazis اللي مثلا تكون موجودة في المصانع من سميه Occupational يعني مكان الشغل وال Indoor والOutdoor Air Plutants ملوثات الهواء طب يلا نذكر كم بالPharmacological Treatments في عنده Beta 2 Agonist وفي عنده هنا Mascarinic Antagonist هم M3 Antagonist نبدأ نشاول بشيء في Beta 2 Agonist هذا Beta 2 Agonist طبعا مش تغير Beta 2 Adrenaline Receptor وهي Beta 2 Adrenaline Receptor لما تتفاعل ستعمل Smooth Muscle Relaxation طبعا Beta 2 مش بس موجودة موجودة في 10,000 مكان ثاني في الجسم مثلا بتلاقيها موجودة كمان في Smooth Muscles تاعة الأمعاء بتلاقيها موجودة في Smooth Muscles تاعة المثاني المهم انه وينما كانت Beta 2 هاي موجودة دائما النتيجة ستكون Smooth Muscle Relaxation طبعا لما يتم عندي أو لما Beta 2 يشتغل على Smooth Muscles الموجودة في الشعب الهوائية في Bronchi Bronchi Passages فنتيجة Smooth Muscle Relaxation بتصف النتيجة Dilation of Bronchi Passages وهذا هو المطلوب طب خلينا نكمل مع بعض هل شايف انت Beta 2 انتفقنا انه بيخدم Sympathetic معناته بيخدم يعني عفوا يعني بيساعد الجسم أو بيساعد الorgans انها تخلص من الDanger فالطلع Beta 2 لما يكون موجود في Blood Vices تاعة المصر وتاعة الLiver اكيد ستصف النتيجة Vasodilation بيوسع تدفق الدم الى المصر عشان امدهم الطاقة اكتر وبالتالي اقدر استخدمهم للتخلص من الDanger واطلع كمان بزود الBlood Vices او بعمل Vasodilation الBlood Vices الرايحة على الكبد ليش انه الكبد فيه مخزون سكر مخزون الGlycogen فانا في حالة الDanger في حالة الخطر بدي اعبي Blood Glycogen فيلا اعملي Vasodilation وسعلي تدفق الدم الى الLiver عشان اعبي Glucose واستفيد منه في محاربة الDanger واطلع في حالة الـ Neutron Muscles اكيد ستصفي نتيجة Relaxation نفس النقطة الاولانية وهذا اشه منطقي لانه المرض الحامل في حالات الDanger مش لازم تولد فاكيد الرحم بتاعها لازم نصير relaxation ولبعدين تموت هي والفيتس لو هاي الحركة ما تمت او هذا الـ Action ما تم واكيد رحصرف عندك Insulin لانا Insulin هو اللي يدخل Glucose ويدخل sugars into the cells عشان نستفيد منهم ونتخلص من الDanger تطلع حكين احنا Bronco Dilation وهذه الشغلات رح نحكيها هذا قدام Increased Camp Smooth Muscle Relaxation واتطلع اتفقنا بيتا 2 بيزود Gluconeogenesis وGlycogenesis بيزود من تكسير الجليكوجين الموجود في الكبد الى Glucose ومش بسير كمان بيزود من تضفق الدم فهذا حكي كله بيرفع Glucose في الدم وهاي ممكن تكون Adverse Effects في الدواء ممكن تعملك Hyperglycemia فهي هون عندي أول Adverse Effects بستنتجها واتطلع اتفقنا انه بيتا 2 موجود برضو في GI فلما الدواء يعمل Agonism لإلهم رح تصفي نتيجة Smooth Muscle Relaxation في GI فهيقل عندك Prestasis اللي هو حركة الامعاء فبالتالي بيقل عندك الهضم والشخص ممكن يفوت في Constipation اللي هو امساك وهذا الاشي لما يتم في المثانة اكيد حصير عندك Retention احتباس للبول بازو دارديش ما بتهمني كثير طب نجد نتطلع على المكان زي موف اكشن بتا 2 Agonist أجل عندك Agonist قاعد على beta 2 receptor فعالها beta 2 receptor ستفعل cytoplasmic G-stimulatory مهم لانه نتذكر في عندك أنواع أخرى زي inhibitory زي query المهم لما تتفعل ستحفز الadenoidal cyclase انزيم وهذا الadenoidal cyclase شو كان بيعمل بتواقع أنتم ألدي صارت عندكم نبدأ رح يحول ال ATP إلى CAMP C-A-M-P هذا C-A-M-P هو second messenger رح يروح يفعل protein kinase A هذا ال protein kinase A شو حي يجي يعمل رح يروح على بروتينات رح يروح يسعى بروتينات اسمهم GQ وهي البروتينات الاسمة GQ كانت بتدخل calcium وانتبه هون شايف أنا هون عم بعمل smooth muscle relaxation ففكرة منطقية طبعا أنا بديش calcium يفوت لما أمنع calcium أنه يفوت أنا هي قاعد بعمل smooth muscle relaxation كالسيوم هو المسؤول عن contraction of muscles فهي هون أول نقطة طالع protein kinase A كمان أشي يجي يعمل رح يروح يشتغل على المايوسين تنساش أنه المايوسين هو برضو كان مسؤول عن contraction يجي calcium بعمل interaction مع المايوسين والأكل والشغلات هاي كده فالمايوسين هذا كيف بتفعل عن طريق إنزيم موجود في smooth muscle اسمه light chain kinase kinase معناته بيعمل phosphorylation للمايوسين بحض phosphate فهيك المايوسين بتفعل وبصير عندك contraction protein kinase A بروح على هذا إنزيم وبيثبطه وبالتالي ما في عندك phosphorylation للمايوسين فالمايوسين بتكون inactive بشايف منطق انت بدك تعمل muscle relaxation بدك تستهدف المايوسين وبدك تستهدف الكالسيوم وهي المحصل النهائية بتاعة beta 2 agonis هاي الصورة هي نفسها لفوق فبديش إياها أنا بس حطيتها هيك رفعتها طلع هاي الأدوية وكي غالبا غالبا دكتور مش راح يطلبها لأنه أدوية تجربية أصلا بس يعني ويل تشك 100% إذا أنا مش خلطان كأنه السنة الماضية ما حكب بدوش إياهم بس بدي أرجع شريك لكم منها نطلع هون receptor activation يلا بس عشان عيد حكي الموجود فوق في عندك g-stimulatory بيحفز adenyl cyclase فبيزيد عندك intercellular camp وهذا شي بيفعل لك protein kinase A camp A على A طب بيفعل لك protein kinase A ممكن دكتور يحط لك protein kinase C هذا option خطأ طب طلع بتصد في النتيجة أنه سيعمل activation GQ couple receptors عن طريق أنه يعمل phosphorylation زي ما شوف نفرق يلا تعال GQ phosphorylation يلا نهيبش فيش كالسيوم هاي الدكتور هدفها في محاضرتكم عافية بس كانت موجودة السنة الماضية ومن باب الاحتيارات حطيتها ما حترد بكم تمام بس يعرفوا أنك تشطط بالGQ وبصد في النتيجة أنك تقلل intercellular كالسيوم وبتقلل sensitivity of كالسيوم داخلك خلية فبالتال ما يقدر نؤدي وظيفته بلس أنك تعمل inhibition of myosin light chain phosphorylation اللي بتم بسبب action of myosin light chain kinase فانتهيك منعة smooth muscle contraction choose side effects تعالوا انتبوهون أكيد ممكن يصير عندك كف من beta to agonist لأنهم يعملون لك تهيج بالشعب الهوائي وطبعا هيبغراسيم حكيناها وفي عندك هايبوكاليميا والهايبوكاليميا مهمة هذا شو سبب الهايبوكاليميا لو بدي أشرح لك إياها يعني هي معقدة شوية ورح نضيع وقت فمعليش احفظها زي ما هي يعرف بس أنه عندك intracellular shift of potassium البوتاسيوم يكون يعني بوتاسيوم وحسيم التركز داخل الخلي إنها دخل في المهم هايبو وليس هايبو دقق كويس وانت بتدرس مادة الدكتور سوفيان طبعا أنا ما صرفي عندك هايبوكاليميا إيش الأعراض نخاف منها أنه صرفي عندك عدم انتظام في نبضات القلب أنت بتأثر عن مصرز بما فيها عضلات القلب طب شوفي عندك other adverse effects اتطلع بسبب تفعيل البتا 1 هتحكي شو داخل البتا 1 يا دكتور إحنا هون كنا بنحكي إنه بتا 2 يعني هاي selective على البتا 2 يعني بتشري فقط على البتا 2 بحكي لك يس اصبع علي شوي خلينا اشرح لك إياها إشي انت درستو يعني في الفصل الماضي المهم إنه تطلع صحيح إنه البتا 2 agonis بتركز فقط على البتا 2 بحب يروح على البتا 2 لكن لما تكون الجرعة تاعة البتا أو عفوا ما تكون الجرعة تاعة الأغonis عالية هيحكي طب ليش ما أروح كمان أفاعل بيتا 1 الخير يعني موجود يعني وفيش وراي إشي يالله بروح بفاعل بيتا 1 بينما لما تكون الجرعة عادية وطبيعية الأغonis بس رح تركز على البتا 2 ويسيب البتا 1 فإذن هو بفاعل البتا 1 فقط at high doses فبالتالي هاي الـ الـ التريمر الارتعشات التكيكاردية تسارع في القلب ونفس بتصير at high doses ليش منسميهم off target ليش off target لأنه أنت جايب الأغonis عشان يشتخل على البتا 2 وهم الوفرة من الأغonis راح على البتا 1 اللي مش مرغوب أنك تفعله فعشان يكسميناها off target هدف غير مرغوب به off target effects on beta 1 receptors at high doses زي ما حكينا can lead to these side effects اللي هم التكيكاردية تسارع في النبضات ممكن بتعملك palpitations palpitations معناته أنه الشخص يصير يحس بنبضات قلبه نتيجة للتسارع يحس زيك أنه هيك قلبه خبر تفصله وهي إلا ما صارت مع واحد فينا صوصا ما يكون شرب قهوة كثير وتعمل التعشات و nervousness عصبية بسبب وجود beta receptors في الbrain زي ما كلكم تعرفوا على شكل بخاخ في عندك أنت ونعلم البخاخ في عندك meter dose inhaler وفي عندك dry powder inhalers المeter dose inhalers هذا هو البخاخ الحقيقي لأنك ما تكبس على زر فيطلع الagonist والشخص بشفطه dry powder inhalers ما في زر تكبسوا سحبك للدواء بيعتمد على قوة شفطك قوة الشهيق ونفصل بالدفرنسز باللكتر الجاي فما تاكلوا همو ليش هسون على types of beta 2 agonist أنا بدي أذكرهم كلهم من باب الاحتياط لأنهم ما بيغلبوا كثير أوكي الدكتور بجوز حدف دواء دوائين بس يعني حتشوفوا أنه فعليا حدفه مش الإشي العظيم يعني مش راح يختصى عليك وقت بالعربي ليش هسون على beta 2 agonist اللي بيميزهم هو أنهم كلهم ينتهوا بتيرول تيرول 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 أي دواء ينتهي بتيرول فهو beta 2 agonist ودير بالك التنقي دواء ينتهي بلول شايف الال هون غيرات لكل إشي لأنه اللول هم beta blockers فأنت عطيت دواء عكس beta 2 agonist تماما ممكن دكتور يجيب لك في الامتحان يحط لك لول يحط لك مثلا proprano لول فأنت بتشوف أنت اللول نظر أنه نظر نظر شبيه في beta 2 agonist تقوم تنقيها أعوك المهم زي ما تذكر من اللكتشرة المقدمة في عندي long acting في عندي short acting short acting كنت بستخدمه في long acting اللي هو في حالة stavious opd طب إيش هم short acting طلع هم هاد دويا عندك الدواء اسمه adbuterol وأنا ما أتذكرها زيك نيمونيكي كتير ترفين بس يعني بتؤدي الغرض قلب قلب يعني قلب فقلبي الصغير يعني قلب الصغير دائرة تحمل التذكير هالدعائي فshort acting باعف ترفي يعني بس ما رقيت شي شي ثاني غيرها المهم انه adbuterol is the short acting beta 2 agonist في عنده أخ اسمه adbuterol يعني مع شوية modification وطبعا الاسم الثاني لل adbuterol اللي موجود في بريطانيا هو sadbutamore adjust in case لانه انتو شفتوا واحد من هدول الاسمين لانه الاسمين كثير من تشريم شوف sadbutamore هو نفسه adbuterol طبعا نكمل long acting في عندي نوعين من long acting في عندي نوع بغطيه twice daily فبالتها بستنتش انه duration fraction تعته 12 ساعة 12 hours وفي عندي نوع بغطيه once daily مرة في اليوم فالduration fraction تعته اكيد اكثر من 24 ساعة ايش هم من twice daily san mitrol for mitrol وال r for mitrol r for mitrol هو الشطب الدكتور بس انت اذا حافظ for mitrol يعني الدكتور طلب منك for mitrol قام راح شطب r for mitrol طب for mitrol r for mitrol هو اخذ for mitrol فأكيد انا نفسي عيلي تشايف اذا حذفو فالتعلية ما قاعد بيختصر عليك المهم يا دكتور انه twice daily هادول اذا بتلاحظ كلهم ينتهوا بكلمة mitrol 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 فايش المونيك بدي استخدمها في عندك انت هون متر تعافل متر تعالي قياس متر تعالي قياس طويل فبالتالي اي دواء ينتهي ب mitrol it's a long acting beta 2 two meters وشخصين وفي بناتهم measuring meter فبالتالي انت بتستنتج انه اي دواء ينتهي ب mitrol فإن تصال long acting ذاك من ع طمرتين في اليوم طب لي جالسون على once daily ايش من once daily طلع عندك هون دواء اسم odad troll وهذا مطلوب اي طلع اصلا ليش سموه once daily يعني طلع o once d a daily فإن it's the terol it's the beta 2 agonist منعطة مرة في اليوم وعن نفس هذا المنطق هاي هون عندك دواء معدل عنه فسمناه indicate roll ده بسبب انه daily once daily مرة في اليوم وفي عندك انت هون vilainteroll vilainteroll شطب للدكتور بس يعني عندك هون المونيك الواحد بابن فيلا مرة بالعمر فيلا فيلا فبالتالي it's the once daily فإذا انت كيف تحفظ beta 2 agonist بلش بال short acting حطهم عجنة with long acting استخدم النمونيك وخلص بتوقع انت اوليدي حفظتهم يعني مش من اسهل الادوية أصلا هم هاي خلصناه منيجي عن mascarinic antagonist نسمينهم anticholinergics في عندك برضه short acting mascarinic antagonist وفي عندك long acting mascarinic antagonist ايش هم short acting الipra etropium هذا الوحيد اللي هو short acting اكشي مش الوحيد بس يعني الوحيد اللي نستخدمه لل COPD epratropium وانتبه هون يا دكتور اطلع على هاي النهفة مش الاتوبين هو يعني المين mascarinic antagonist هو البروتوتيوب أبوهم الروحي اتوبين كان بيعمل mascarinic antagonism epratropium epratropium يعني هو أخوذ اتوبين فأكيد هحكون mascarinic antagonist زيه وكيف نحفظ للshort acting epra من كلمة epril الواحد ما يعطي epril ما بيطول صح كم من ثاني وخلص فالepratropium it's short acting واتطلع short acting mascarinic antagonist فيه S M A يعني S A M A اختصاره سامة بينما long acting mascarinic antagonist اختصارها لامة طب مين هو من long acting mascarinic antagonist tyotropium glycopyrrolate ووميكليدينيوم هذا الدكتور شطب لك الأكليدينيوم والأوميكليدينيوم دي يركز على tyotropium والglycopyrrolate لكن طلع يعني شاف أنت الأكليدينيوم ووميكليدينيوم أسن منهم الجوز تعرف ليش klydenium cholinergic klyd اختصارك cholinergic a antagonist it's the antagonist for cholinergic انتهى الموضوع هذولا مسكرين كantagonist والأوميكليدينيوم هو نسخة معدلة من الأكليدينيوم وهي أنت في عندك tyotropium tyotropium هو أخذ aprytropium لكن أخذ long acting وفي عندك أنت glycopyrrolate لأنه بشي ملاقي لحد الصراحة اسم كيميائي بحت حسب تركيبته كيميائية فلكن احفظها أنها من long acting mascarinic antagonist بعينك الله أول ولازم تحفظه الباقي أنت كله حفظت لحالا وانتبه هون أحب أكد لك عن نقطة هذا وهي شايف أنت هون short acting beta 2 agonist بختصه سعبة short acting beta 2 agonist سعبة بينما long acting beta 2 agonist بختصه laba تعودوا على هاي الاختصارات ونحنصر نستخدمهم لقدام ستشوفهم في السلايدات سعبة laba laba sama وشغلات هاي كلها هاي هذا السلايد حكينا وطلع هون في عندك انت combination ايش معناته كلمة combination يعني ممكن انك انت في نفس علبة الدواء تحط beta 2 agonist short acting وتحط short acting mascarina antagonist فبالتالي الperson لما بياخد بخة قاعد بيدخل الدواء وهذا اشي طبعا بيزود من فعليتهم ويزود من انتزام الpatient فهذا اشي بسمي combination therapy ونفصل فيه قدام اكتر الmascarina كرسيبتر وين بتاعة الغدد smooth muscles and cardiac muscles وتطلح هون شايف انتكلمة grandulous بتهملي شوية ليش هذا انت بتعرف انه انتاج الميوكس في airways بتم بسبب وجود غدد طب اذا انا اعطي المسcarina antagonist انا قاعد بثبت من شغل الغدد المخاطية هاي وبالتالي انا بمنع سيكريش يعني بمنع انتاج ميوكس وفيك هاذ اشي ميغوب في COPD طبعا ميغوب لانه في عندك excessive mucus production خصوصا تلك chronic boncartis فانت بمنع احتباس الميوكس تمنع الانفلاميش وانه شخص ينصاب بكتيريا ونمونيا فعشان هيك طلع عشان هيك وجدوا انه المسcarina antagonist عندهم فعالية اكثر من beta 2 agonist لانه المسcarina antagonist بالاضافة لانهم boncodilators ويستخدموها على smooth muscle cells بلعبو لك على glandular cells beta 2 agonist ما بتلعب لك على glandular cells وخبي نقطة لقدام راح نستخدمها في clinical guidelines هذا شو بيعملوا يعني المسcarina antagonist they competitively كلمة competitively مهمة ممكن دكتور جيب لك irreversible non competitive لا competitively they competitively inhibit the effects of acetylcholine at mascarina receptors خصوصا M1 والM3 وبنرجى نذكر لكم بالaction مسcarina في الجسم في عندك M1 هذا بيكون موجود في central nervous system في عندك M2 موجود في heart وفي عندك M3 في بقية الاماكن زي glans smooth muscle GI unit tracts or blood vessels المسcarina antagonist شغلهم رئيسي يكون متركز على M1 والM3 على M3 بجرعات عادية لكن برجة بعيد بجرعات عادية ممكن يفعلوا لك M1 ويفعلوا لك M2 فبالتالي يعملوا لك مشاكل عصبية ممكن يعملوا لك صراء وممكن يعملوا لك tachycardia تسارع في نبضات القلب at very high doses مبدئيا اعتمد انهم يشتغلوا على M3 طب شو side effects استعون المسكرين antagonist يلا خلينا نجي نتطلع مع بعض مش بيشتغلو لك على خدد اللعبية المسؤول عنها M3 رح يعملو لك dry mouth رح يعملو لك constipation رح يعملو لك urinary retention وب by the way سجدوا constipation عند beta 2 agonist تلا هاي side effect مشتركة بين المسكرين antagonist وبين beta 2 agonist attention دير بالك dry mouth doesn't occur in beta 2 agonist ما بتصير فيهم والتكيجادية ما بتصير في ال M3 antagonist لانه تأثيرهم على M2 لا يكاد يذكر يلا نيجا هاي هكي احنا خلصنا البونكو دار نيجا نحكي عن الانهار corticosteroids الانهار corticosteroids are anti-inflammatory agents بيشتغل عن inflammation فم الفعليا ما بيعمل bronchidation بشكل مباشر لكن they should be reserved نخبيهم مش لاي حدا من استخدمهم they should be reserved for patients with frequent or severe exacerbations ايش معناته هذا الحكي ودير بارك من هاي الجملة الجملة صغرتها جدا خطيرة انت ممكن تفكر انه انا باستخدم الانهار corticosteroids للاشخاص اللي معهم exacerbations بحكي لك لا مش في حالة الانهار نفسه باستخدم الانهار انا ما اتفق معك من محاضرة مقدمة انه في حالة exacerbations باستخدم oral فايش قصده هون اتطلع قصده انه الاشخاص اللي معهم stable COPD وانا يعني قاعد بشيك معهم وبسألهم اكتشفت انه خلال السنة الماضية كان عندهم frequent exacerbations يعني خلصوا منها من السنة الماضية يعني صابتهم سنة الماضية 2, 3, 4 exacerbations فهي frequent بشكل متكرر وسبية ممكن فاتوا فيها مستشفى فبحكي احا انت يا دي شخص انت يا شخص بدأ صنفك من خانة السفير اي شخص معاك exacerbations الكثير خلال السنة الماضية احكي انت severe COPD قولا واحدا اوكي فاذا كونه هو severe COPD اكيد رح ماشي على corticosterose زي ما اتفقت معكم في المحاضرة الاولى لكن في exacerbations نفسها ما بستخدم انهار بستخدم oral فهيو زي ما حكينا anti-inflammatory patients اللي عندهم جملة زي ما هي عشان ممكن دكتور يجيب الجملة زي ما هي فهي in patients with history of frequent or severe exacerbations هذا كله عبارة عن الدلية انه شخص مع severe COPD واتطلع كمان ممكن استخدمهم في الناس عندهم high blood eosinophils وهي بتكون موجودة في 10% من COPD اتفقنا ان eosinophils بيكونوا جدا حساسين للمنهير corticosteroids فاذا لو جزء كبير من الinflammation اللي موجود في COPD كان سبب eosinophils وهذا حكي بيكون موجود عند 10% من الناس بيكونوا محظوظين ممكن استخدم head corticosteroids لانه هيجاوب ويعطيني نتيجة جدا افضل من inflammation اللي ما بيكون في eosinophils كمان ممكن استخدم head corticosteroids لان الناس معهم آزمة لانه يعني يكون معهم الاثنين COPD والآزمة some anti-inflammatory properties like reducing intracellular adhesion molecule 1 وهي الجملة مهمة ووجدوا كمان انهم بيقللوا الgranulocyte monocyte colon stimulating factor هذول كلهم anti-inflammatory mediators لكن استد انا ما بصلنا في beta 2 agonist anti-inflammatory drugs لأ شغلتهم الرئيسية هي bronchop dilation with some anti-inflammatory properties طب المهم نرجع هون على head corticosteroids شو اسمه phospholipase A2 هذا phospholipase A2 كان بانتج لك archidonic acid وال archidonic acid كان يعطيك inflammatory mediators فما عمل الانهيبش A2 ما في archidonic acid ما في inflammatory mediators خنقت الانفلامation باستخدام inhaled corticosteroids وإذا ترعش للتلاف mechanism of action inhaled corticosteroids يأثر السلس directly بيعمل apoptosis دمفس ولا تعد ولا بيهد الميون system قد طلع attention if an option says that inhaled corticosteroids is the first line maintenance therapy in COPD طلع first line معناته الأول وmaintenance يعني البيتشنت يضل مكمل عليه in COPD وضل ساكت ما قل لك سفير احكي له no فشاريف غياب كلمة سفير COPD هون فرقت معنى كتير ونكمل الكورتيك ترعش بيقلل حساسية البرونكاي and potentially the effects of beta receptor agonist وهذه النقطة مهمة ايش معناته هذا الحكي موجود الكورتيك ستيرويد في الخلية رح تخذ الخلية تزود الموجودة على سطحها فبالتالي لما انت تعطي البيتا 2 agonist رح يكيف في عشر تلاف رسيبتر جاهز ان يستيقبله فهيك احنا زودنا من فعالية البيتا 2 agonist all the glucocorticoids can be effective in treating an acute exacerbation but generally بشكل عام they're not recommended لأنه side effects لاتهم جامعة وحكينا هذه النقطة في المقدمة طب شو المين افك تاعت ثم glucocorticoids ومن نفسهم corticosteroids بس عشان اكما تبقيل مع بعض من αυτό glucocorticoids equal corticosteroids عندما اجFF لك مصطلحين لا تفكره مختلفين main effect inhibition of infiltration of lymphocytes axi لانه أنا متفكر أنا وإياك من المقدمة هي انه capec corticosteroids يعني ما إلهم systemic adverse effects ما بخاف كثير من adverse effects ما بيعملوا لها شاشة عظام والشغلات اللي درستوها بالHLS فعضا لكن هاي الصورة يعني تعطيك انطباع انه رح تصير هاي الـ adverse effects يعني مثلا طلع بيحكي لك 60% بالمئة swallowed systemic circulation systemic side effects والمهم لكن خلص أنا مجبور اني أمرق عليها فهي الشخص هون أخذ الدواء طلع دائما الدواء اللي بيكون موجود في الانهيد بتكون كمياته قديدة low amounts إذا كنت مدخله على lung directive ففيش لها انك انت تستخدم كميات كبيرة جدا من corticosteroids بينما الدواء بيكون موجود في التابلت بيكون موجود orally بيكون موجودة at high doses المهم هاي هون انت جبت بخاخ فيه low amounts of corticosteroids وهذا هو المطلوب وطلرت تطبخ منه حوالي 10-40% منه رح تصيره deposition في lung وطلع حوالي 60-90% من الدواء رح تصيره swallowing فمعناته أغربية الدواء رح تبلعه على ال GI وبعدين من ال GI رح يروح على ال liver ويعمله first pass inactivation هي first pass metabolism تماما هلا حتحكيه دكتور هاي النسبة كبيرة وين اللي انه الدواء يتركز في ال lungs بحكي لك هاي الشغلة بتصير متى لما person نفسه يكون التكنيك تاعه خاطر يعني مثلا بيكبس الكبسة هون وما بيعمل شهيقة بقوة كافية فبدل من انه يفوت على الجهاز سيفوت على ال GI فعشان هيك هاي النسبة ممكن هتقل عن طريق انك ايش تعمل انك تستخدم مثلا spacer أو mouth lensing تتمضمض او انك تستخدم proper techniques بنفسر فيها اكثر في المحاضرة الجاي ان شاء الله spacer هو جهاز بنحط يعني بمنع خلوها لقدام mouth lensing معناته مضبطة المهم يا دكتور انه 60-90% swallowed فهي فات بال GI فالطلع هي هون river هيعمل first pass metabolism واتذكر انه كمية الدولة قليلة لما تكون بالنهار فاذا كمية الدولة فاتت على GI قليلة فالكمية القليلة هاي river هيعمل first pass activation ومتابلوزا لكلها لغربيتها تمام فعشان هيك الكمية رح توصل systemic circulation تكون جدا 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 ضئيلة ما بتعتملك systemic side effects لكن لو كانت تجرعة تعتمهيد cortic steroids عالية وقتها ممكن تعملك systemic side effects انه ال liver مش راح يلاحق يعمل metabolوزا لكل الدواء لكميات المهولة هاي تمام والذكر يا دكتور انه من اللنج ممكن يصير absorption يعني ممكن اللنج بعد ما تكون خلاص اخذت cortic steroids والcrotic steroids عمل شغله فيها توديه على البلد والبلد يوزعه على الورغنز فيروح على systemic circulation برضه فشارف مشكلة الصورة انها يعني تعجق شوية تحافظ على مفهوم هو انه inhaled cortic steroids have minimal adverse effects يا دوب كمية ضئيرة بتوصع لبلاد وبتعملك المشاكل هاي ومكمل combining inhaled cortic steroids وان ضلت على الاي عشان تعفنا عم بحكة عن inhaled مش عن oral cortic steroids لالله كم تبع فcombining inhaled cortic steroids with long acting bronchodilator may improve symptoms طبعا حسن lung function with the quality of life in COPD patients عندهم FEV1 of less than 60% predicted يس تطلع على هاي النقطة شايفة دكتور احنا في البداية استخدمنا FEV1 ال FVC ratio عشان ايش نعمل نحكي انه هذا patient مع obstructive وعطينا bronchodilator وشوفنا انه هذا patient هاي معاه ازمة ولا معا COPD طب شخصنا انه معا COPD كيف انت بدك تقيس شدة COPD تطلع FEV1 نحال بعدها تطلع نسبته اذا نسبة FEV1 نحالها قليل طب لو كانت نسبة FEV1 عالية الشخص معا COPD فالطبع ما يكون FEV1 قليل اقل من 60% predicted باعرف انه هذا شخص مع severe COPD فبالتالي بضيخ نهاية crotico osteoid bronchodilator فشايف هاي هون تطلع يا دكتور تتبع معي وانت في عندك مؤشرين على severe COPD اول مؤشر اخدناه في الصلادات الماضية هو انه الشخص صاد لهم exacerbations كثير خلال السن الماضي فشو في عندك كمان مؤشر FEV1 فانت بتستخدم اكثر من شغله عشان تاخد فكرة عن severity تاعة COPD فايهون خلصنا اول نقطة ممكن استخدم corticosteroids للناس معهم آزمان COPD حكي نعم ICS treat من COPD should be restricted to the above patients ما تستخدم من اي حدا حكينا ليش انه use is associated with increased risk of pneumonia ناس مع عمار COPD مش يستفيد من corticosteroids بس رح يحصلوا رسك تاعة النمون فمش محزز طب شو من corticosteroids لازم نستخدم هم beauticosteroids fluticazone وممتازone هذول مطلوبين واحفظهم زي اسمك لو جاب لك corticosteroids ثاني هذول مش نهير corticosteroids لسيو بدي مش رح استخدم من لسيو بدي لو كانت كيس عزمة ممكن تستخدم corticosteroids بس هذول هم الثلاثة المعتمدين للسيو بدي الدكتور سوفيان كتير يحب يجيب اسئلة على هذا النمط فالمهم هذا تطلع دكتور زي ما تتذكر من أيام الـ حكيتك أنه أي دول ينته بزون أو zonite power corticosteroids هذا تطلع عشان تتذكر هذول الثلاثة أدوية ممكن تتذكر هم زي هيك mom mom mix أو mom mix ثلاث بولنج أول تطلع إن flu لما انت تتفل وز إن flu mom اللي هي الأم أو تعمل ثلاث بولنج بيود يعني ممكن نربط مع كلمة budding اللي هو مهلبية influ mom makes budding for you عشان أنك تنبسط وتشفى oral والطلع إذا اسم ثاني هو systemic فoral اللي هم النفس من systemic glucocorticoids شو في أمثلة عليهم زي ال prednisolone وال dexamethasone وال hydrocortisone هذول لكلهم oral وعك تفكر من هذ هذول لكلهم oral ممكن تتذكر زي هيك prednisolone بلد خبز فأنت بتاكله orally طبعا dexamethasone ديك حبش بتاكله orally hydro مية بتشرب المية orally فهذول لكلهم oral glucocorticoids they can be effective in treating acute exacerbations زي ما اتفكرنا but are not recommended for long term use or maintenance due to adverse effects هتحكي لدكتور أحمد هكي لنا هاي النقطة ليش بتضلق تعيد وتزيد فيها امساح واختصرها علينا بحكي لك لا معلش في عندي هدفين اول هدف الرسخ المعلومة ثاني هدف الطلع صحيح الافكار نفسها وانعادت كثير لكن في كل يعني بارغراف أو في كل فقرة ممكن نضيف لك كلمات جديدة انا بدي اياك تنتبع على دور لك كلمات ممكن دكتور جيب اي واحد فيهم في الامتحان يعني مثلا في الفقرات الماضي جاب لك systemic glucocorticoids الامتحان ما تعرف شو معناها عشان هيك لازم نمرك على كل شي معلش بعين اقلة نتطلع مع بعض الان في عندي other agents ادوية ثانية غير bronchodilators والcorticosteroids ايش ممكن اعطي خلنا نجي اتطلع مع بعض رحاطي طبعا vaccines مطايم عشان امنع inflammation و infections and exacerbations ممكن اعطي antibiotics و اعطي other agents في عندك that reduces inflammation فمن محاضرة المقدمة بتحكي لي اه يا دكتور هذا يستخدم لالchronic bonchartis بحكي لك صحيح يستخدم للsevere chronic bonchartis احسنت طب شو mechanism of action هذا غفن ميلاست بزود intracellular camp داخل الخلايا و لما يزيد عندك intracellular camp هذا حكي يقوله بعملك anti-mitrymatory effects طب كيف تزود intracellular camp في عندك انت هون انزيم اسمه phosphodiesterase 4 الاحوال الطبيعية طب انما اعمل inhibition لهذا الانزيم ايش رح حصير في الكامب الكامب كمياته رح تعدى وبالتالي رحصير عندي anti-mitrymatory effects فاذا روف لوميلاست لسان اورا phosphodiesterase 4 inhibitor دقيق لعا 4 ممكن نجيب لك 1 2 5 لا تحكينه معلش 4 روف لوميلاست ممكن تذكر زي هيك روف لوميلاست انعكاس لكلمة 4 زي كيف مثلا ندور في الفصل الماضي في لاكسوميسن antibiotic كنا نستخدم لكلاستردوم difficile ففد كانت انعكاس لديث كلاستردوم difficile نفس المبلغ بالظل Reduce inflammation by increasing levels of intracellular camp Reduce exacerbations in patients with severe chronic boncretis كله حكيناها بيقلر تطلع هون Reduce exacerbations لكن هل باستخدموا في الإجزازربيشن نفسها لا تمام Reduce exacerbations معناته بيقلل من فرص حدوثها في المستقبل الروفلوميلاس is not a bronchodilator مش موسع للقصبات بيشتغل بس على inflammation روفلوميلاس inflammation is not a bronchodilator is not indicated for relief of acute bronchospasm يعني acute bronchospasm هو تشن أو يعني الانقباض الشديد في الشعب الهوائي اللي بصير في حالة exacerbation فتشوف كلمة acute bronchospasm equals exacerbation عندك فما باستخدمه في exacerbations it is essentially used in treating those with chronic bronchitis ولا يسم في الزيمة قال لك والله في السؤال patient معا في الزيمة تحكيله معلش sorry ما باستخدم نروفلوميلاس and the history of exacerbations هذا تطلع في الصلايدات الماضية أو في السنة الماضية اعتقد شو كان دكتور حكي لك هون كان بيحكي لك نروفلوميلاس نستخدمه لما الف EV1 تكون أقل من 60 وفي بعض المصادر بتحكي لك لكن من باب الاحتياط تذكر أيو يعني خليها عندك أنا ليش بعيدك شغلات حدفها الدكتور لأنه حتى أنه كثير أسلم منك كوزاته بتعتمد على هاي الشغلات وهي أصلا مش هشغلات العظيمة اللي حدفها فحفظها من باب الاحتياط وعشان تعف تحذي كوزاته كويس فاتطلع لما يكون شخص معها chronic moncartis وف EV1 less than 60 لهي نفسه كلمة سفير صاح ولا لا دي نفسه كلمة سفير chronic moncartis هاي واحدة من مؤشرات السفيرتي ووقتيها باستخدم الروفلوميلاست أول شخص معها history of exacerbations وهاي برضو كمان مؤشر على السفيرتي طب هل أي شخص معها سفير COPD على طول باستخدم الروفلوميلاست لا ما بتبلش معها أول إشي في الروفلوميلاست بتبلش معها أول إشي أدوية ثانية ما جاوب ووقتيها منهجية رح نأخذها في الإصلادات لقدام بتعالج لك كل هالقصص هاي وما تستخدم وما تستخدم فما تأكلها مم ما تفكح لكنك أنت ضاعت لا في منهجية وفي clinical approach رح نمره عاليف زي وانتبه هون معناته استخدام الروفلوميلاست محدود مش منتشر طبع عنده عاليف جاند فهي واحدة من الأسباب ليش ما باستخدمه لكل واحد مع سيبير COPD ومع سيبير كونيك بونكارتس فالتصمت باي كومون أدفرس افكت طبع ممكن دكتور سفيان يحكي لك انه رفلوميلاست has rare adverse effects of weight loss نوع زي دايريا نهديك يجيب لك الأدفرس افكت نفسهم صح لكن وصفهم انهم رير بدل من كومون تحكي لك معلش هادروا كومون نكمل they're used in caution with those suffering from depression الناس معهم اكتئاب دير بالك نذفلوميلاست استخدموا بحذر فيهم ليش لأنه ممكن زود risks أو يعني فرص انه الاكتئاب هذا يصير اسوأ used with caution مش معناته ما باستخدموا بالمرة contraindicated لا used with caution نكمل هون في عندي أدوية ثانية اسمهم مثال xanthines مثال xanthines such as thiوفيدين thiوفيدين هو دول مثال xanthines ممكن نذكر زيه philine xanthines 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 مثال xanthines such as thiوفيدين عنده mild bronchodilatory effects كيف ممكن نحفظها الفلين ينفش يا دكتور فبالتالي bronchodilatory effects mild bronchodilatory effects in stable COPD هذا thiوفيدين is seen to improve breathlessness when used as an add-on to sunmetrol لما تضيفه على long-acting beta-2 agonist زي sunmetrol يحسن لك the breathlessness methyl xanthines are not recommended for use in exacerbations بسبب adverse effects we use تعمل مكتير limited تعمل methyl xanthines عندهم adverse effects جامدة بيعملو لك عدم انتظار في نبضات القلب الرذمية ممكن يعملو لك صرع فزيهم زي رفنوا من الناس ما منستخدمهم فattention an option may say that methyl xanthines are routinely recommended معناته منستخدمهم بكثرة routinely معناته خذ راحتك تحكي له لا معلش ما منستخدمهم خصوصا خصوصا في حدات exacerbations لا تحكي له معلش مثال xanthines ما بيستخدم في exacerbations في بعض الطلاب شو بيفكوا انو كي مثال xanthines من أدوية special هذا يستخدم في exacerbations لا ما بيستخدم في exacerbations تفقنا في stable COPD طب شو في عندك كمان أدوية يعني نازم نحطها في الاعتبار بيحكي لك cough medicines are not recommended في الناس معهم COPD لماذا؟ انت بتغفل شخص مع COPD عنده احتباس للميوكس وهذا اشي بعرضه لحدوث الالتهابات ونمونيا الكوف medicines بتمنع الكحة اللي بتطرد الميوكس خارج الجسم فلن تمنع الكحة بتزود احتباس الميوكس وبتزود من فرص حدوث الالتهابات عشان الكوف medicines are not recommended beta blockers are not contraindicated for those with COPD انت بعد هالنقطة وان احنا احنا جبنا سيرة beta blockers اللوز اللوز هل احنا لا ايش نستخدمهم بالظبط نستخدمهم للناس اللي عندهم مشاكل في القلب زي مثلا arythmia عدم انتظام في نبضات القلب القلب زي ما بنعرف في عليه beta 1 receptors وارحكي احنا كنا عارفينه فلما انت تجي beta blocker رح يشتغل على beta 1 بيعمله block وبالتالي بيخفف من نشاط القلب وبيخفف من الاريthmia البيتا blockers ايام وزمان ايش كانت مشكلتهم كانوا بيعمل block لا البيتا 1 ولا البيتا 2 ما بيميزوا بناتهم فانت هون لو عندك lungs وانحنا عارفينه lungs فيها beta 2 فالبيتا blocker بيعمل block للهات ويقدر وظيف المطلوب منه لكن برضو هروح البيتا 2 يعملها block وبالتالي يعمل لك bronco construction هاي مشكلة بطلت موجودة ان اختراعنا agents جديدة من البيتا blockers بيتا blockers تستهدف فقط البيتا 1 وما بتأثر على البيتا 2 الا اذا طبعا كانوا هذول البيتا blockers وقتها ممكن يأثروا لك على البيتا 2 فلانه في عندك agents آمنين من البيتا blockers الجداد حكينا عادي وكيفش فيه يعني البيتا blockers are not contraindicate انك تستخدمهم لبيتا مع COPD وكارديو فالي استخدم له بيتا blockers من الجداد رح يعانجوله مشاكله في القلب ومش رح يخربوا على شغل البونكو دوليتوس مع البيتا 2 الموجود في البيتا 2 لكن ما هيك البيتا blockers لازم تستخدمهم فقط لما يكون عندك كارديو فاكولر يعني لو الواحد ما هو كارديو فاكولر ليش يستخدم له بيتا blockers اكيد مش منطق ويش كما من نعطي annual معناته سانوي فمن نعطي annual influenza vaccine and nomococcal vaccinations نيجي هسا هون على combinations اخر combinations combinations الدكتور حدف كم من واحدة هو حدف الفيلانترول اوميكريدينيوم حدف ايش كمان حدف اذا انا مش خلطان الفيلانترول ثلوتيكازون بس هاي مش مش مشكلة انا اتفقت معك رح حكي لك الادوية كلها من باب الاحتياط وعشان ترعف تحل الكوزات نيجي هسا هون على اول combinations للأدوية الآن الفورمترول هاي هون انا مرجيك فارم صح ولا ايه مزعب ففارم فورمترول اللي هو beta 2 long acting beta 2 agonist لابا ففارم فورمترول gives you sugar هاي هون تشارف قصب سكر فالفورمترول ممكن استخدمه in combination with glycopyridate اللي هو كان لاما long acting مسكرين اكتاغن بحطهم مع بعض لابا with lama فهي هون اول combination عرفنا فارم وشجر ويش في عنا كمان الفارم هذا الفورمترول ممكن تستخدمه يعني هاي هون في الفارم احنا في عنا بقرة بقرة موميتازون اكاو موميتازون مش هيك يبتعمل صوت فالفورمترول ممكن استخدمه مع الموميتازون كمان فالطه هون عملت combination of لابا مع هيد corticosteroid ويش ممكن كمان استخدم الفارم ممكن استخدم الفورمترول مع بيودي سونايد بودن طالح هون فارم انا في عندي بودن البودن هذا المهذبية بجيبها من 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 الكعب صحفة بربطها مع الفارم فالفورمترول البودن هذا ممكن يعني البودن هذا انت جبته من الفارم من الفورمترول بودن بيودي سونايد من الفورمترول واتطلع هون في عندك كمان نيمونيك هاي بتوقع اندركتور مش طالبها بس برضو ان اندية اندكاترول اندكاترول ده اوكي ديلي يعني long acting beta 2 agonist ان اندية اندكاترول ده الشكر بيزرع قصب سكر فاندكاترول بيمكن استخدم الكمبينيش with glycopyrrolate فاتطلع كم كومبينيش احنا الآن سوصرنا هاي الفورمترول الفارم مع البودنج وهذه المهلبية الفورمترول بيوديثونايد واشا خدنا الفورمترول الفارم اللي فيها الكعو موميتازون واشا خدنا كمان الفورمترول وقصب السكر الفارم وليجليكو بيوليت لاننا بناما combination كويس واخدنا كمان اندكاترول اندي الهند وقصب السكر فاندكاترول glycopyrolate كويس ممتاز نيجي هسا هون على كمان combination فيها عندي انا هون بنت اسمها سلمة وهي بتمثلي سالمترول فالسالمترول سلمة تلعب عن مزمار فالسالمترول بعمل combination وتلوتي كازون والسالمترول طلع سلمة موجودة جنب فيلا فالسالمترول is next to the villa فبستخدم combination with فيلانترول واتطلع هون فيلانترول فيلا امي كليدينيوم فهذا نيمونيك امي بدها فيلا فيلانترول امي كليدينيوم فهذا كمان combination واخر اشي وهي مهمة دكتور بدو اياها نيمونيك ولا تلو ولا ولا تايو تروبيم باستخدمه معا تايو تايو هاي هاي التروبيم تايو هاي فانت هيك ممكن تستخدم هاي النيمونيك لهدفين او لغايتين هاي معناته long acting والهاي عشان توبطها مع كلمة علاء معناته مكان عالي فالأدترول تايو تروبيم هاي خلصنا الكمبنائشن هاي كحفظتهم خلينا هون اعمل بوز احدف كم من شغلات من هذا التابل لانه فيه شغلات بتعتمد على الآن يلا نيجح لون نلم البيتا 2 agonist البيترول البيترول هذا ايش البيترول اوكي البيتا شغل افكس تعته short فبالتالي رح يعملك برومت معناته سريع برومت بونكو ديلايشن بونكو ديلايشن سريع فبحب استخدمه في الاجزاسربيشن وإثيكيش إثيكيشي تعته عالي بس مشكلة تعته شغل كلينك الابليكيشن بناشي يستخدم في السيبير سيو بي دي فقط هذي تكفي يعني سيو بي دي FEV1 أقل من ستين أو سيو بي دي معاهم إجزاسربيشن فالماكو كايناتكس تعته ايروسول انهاليشن معناته بخار دوريشن سيفرال آواز لأنه شغل اكتن رح يكون بس أكمل ساعة مش رح يكون قبل 12 ساعة و24 ساعة لتعون اللونج اكتن 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 نيبيوليزر الهود تبخيرة في الوريد في حالات السيفير إجزاسربيشن لأنه متفقنا بتكون أسرع طب التوكسيسي تعته ترمر رتجافات تاكي كاردية الريثمياز كلها حكناها شو الدول هذا تطلع هون في عندنا هون دواء اسمه سالم ترول طلع ترول اوكي بيتا أرغونيس دكتور ميتل آه يعني هذا بحكي لك حسنت twice ديلي داب نستخدم بيتا 2 أرغونيس بطيئة بينما يشتغل عشان لا يستخدم في الاستخدام يستخدم في الاستخدام المترجم المترجم معناته نستخدمه عشان نحاول نمنع إيش نمنع الاستخدام ونريح البيشن بيتنشيات كورتيكوستيرويد افكت دكت ان الكورتيكوستيرويد بيدعم البيتا 2 أرغونيس وبتا 2 أرغونيس بيدعم الكورتيكوستيرويد اثنين بيزوده من افكت تاعت باب طبعا موجود على هيئة التبخيرة aerosol inhalation duration of action تاعت السالم ما بين الـ 12 و 24 ساعة عشان نستخدم twice دا لو كان اكثر من 24 ساعة كان بحكي لك مرة في اليوم بتكفي فمنطق طب شو التوكسيسيتي تاعت التو تريمار الزون والفلوتي كازون ودلا هذا الدكتور ما حرفه صحيح كان موجود صح حتى المهم هون انا في عندي الزوتي كازون فبتاعت انه انه تحافظ شو من الانه فبالتال عطوة تستنتج انه انه فبالتال خصائص واستخدامات aerocortico لا تنطبق على الزوتي كازون عقص هلأ شو بيها ملسوتي كازون هاي ميكانزم of action of corticosteroids كونكو عارفينها بلعب على transcription ردوس ميدياتر of inflammation وهي عن طريق inhibition of phosphodi pz2 و منعوض الاكسرابيشن من انها تصير في المستقبل فعشان ايكو بعطيهم للناس معهم سيفير COPD ودوم أصلا يكون جدا عرض انه تصير هم كثير exacerbations في adjunct معناته اشي ثانوي استخدام ثانوي في حالات خاصة the primary is bronchodilators ممكن نعطيك aerosol طبق اكيد انه بخاخ duration of action تحت hours toxicity طلع هل اله toxicity هل adverse effects كثير مالو اش adverse effects كثير يا دكتور احنا اتفقنا متركز في lunges مالو systemic adverse effects فطلع dislimited محدودة ليش انك عم تعطيع لشكل بخاخ aerosol application بس ال adverse effects هل تحضر محصولة في الرؤى واتفقنا شو ال adverse effects هتكون التهابات بسبب immunosuppression التهابات فطرية candida infection تكون موجودة في الفم وموجودة في الشعب الهوائية و vocal code changes تغير في الاحباد الصوتية تغير في الصوت ليش انه يكسر البروتينات الموجودة في الاحباد الصوتية ومتركز في الرؤى وحنفصل بهاي adverse effects ان شاء الله في المحاضرة فبنيجسرون على systemic corticosteroids والذي كان بتشمل oral وبرضه systemic تربيش مال injection وما تعطي عن الوريد فالsystemic corticosteroids ايش في عندك مثال على اليوم Brednisolone Bred آه oral هذي دكتوري يعني systemic بحكي لك صحيح شبه الثلوتيك هذون بالضبط اللهم منو يستخدم ايش في حالات the exacerbations بنعطى أورة دوش of action تاعته 12 to 24 hours بصمد اكثر toxicity تاعته multiple بيعوك في الجسم عشان هيك ما منظلم كاملين فيه ليجسرون عن مثال xanthine آه في اللين زنخ فيه في اللين اوكي ممتاز مكان زم بلناش ايش بيعمل bronchodylation في اللين بنفش مثال xanthine ما بيكون لهم anti-inflammatory فكت زي الغرف lumilast او عن نفس درجته bronchodylation بس مشكلتهم بيعمل cardiac stimulation بحفزو لك القلب فممكن يدخلو البيش في الريثمية تؤدي الى الوفاة واتطلعهم في عندك مان advantage وانهم بزودوا skeletal muscle strength فبالتها بزودو لكم قوة حجابي حاجل وهذا ايش بيحس من التنفس هاي النقطة كان جايب اوكي ماشي oral duration of action تعته من 8 ل 12 hours but extended release preparations are often used toxicity multiple فالطلع duration of action تعته جديدة فبالتها لازم تستخدم اكثر من جرعة وهاي الشغلات كلها بتخلي لنا نخاف منه برضو كما تستخدم اكثر من جرعة فبتزود من فرص حدوث adverse effects اوكي نيجي هون شايفين كل ما سبق اعملوا pause ودرسو ودرسو كويس لانو هسا رح نفوت عموضوع جديد وموضوع دسم اللي هو clinic approach هو مش جديد 100% بس عم بده تركيز فعشان يك وقفو خدوذكو بريك 5 دقائق 10 دقائق وبع ساعة ويلا عشان هسا نرجع نبلش بالclinical approach to COPD اجاك person على العيادة يشكي من chronic lung disease وعراتها نفسية فبتستخدم spairometry لقيت ان post-pronchrodiator FEV1 كيف بتحددها عن طريق FEV1 لحال واتفقنا انه بتكون على شكل نسبة فالطلع هنا في عندها growth 1 growth 2 growth 3 growth 4 واتطلع كيف تكون النسبة لازم عند كل واحدة growth 1 بتكون مساوية واكثر من 80% وهون بحكي ان COPD عند الperson هذا تكون يعني مش كتير جامدة وطبعا كل ما بتنزل تحت كل ما النسبة قاعدة بتنزل كل ما الشدة تزيد عند الpatient growth 2 من 50% 79% growth 3 من 30% 49% وفي عندك growth 4 هي أقل من 30% طب من التطلع حوارا هلأ انت بدك تقسم الpatient وبدك تحطهم في خنات مش كل الpatient سيكونوا شبه بعض عشان you want to assess symptoms لكن انت تشوف أعراض الperson دقيقة النفر سكح الشغلات هاي كلها هل هي كثير مضايقية وهل هي كثير جامدة عنده ولا لا وبدك كمان نتحدد risk of exacerbations تشوف انت تاريخ من exacerbations وهذا اشي ذكرنا في الاسترادات الماضي فمنستخدم احنا هدول العاملين عشان نحط الperson هذا في خانة في عندك خانة A وفي عندك خانة B وفي عندك خانة E طب حلت تحكي ليش ما سمو هاي C كان أيام زمان التنصيق هذا أعقد كان في عندك خانة أنا بإيش ببلش مع person ببلش اول اشي بال exacerbations فانت بتسأله خلال السنة الماضية هل صار لك اي exacerbations هل تطريرت انك انت تتروح على المستشفى وشدت الامور عليك وبيجاوبك اذا الشخص هذا ما صار له exacerbations خلال السنة الماضية بتحط A بتحكي له معناته انا حقص انت يم على A او اما في B بناء على اسئلة قادمة او بناء على عوامل قادمة بس ما بدين انت في هدول الاثنين او في واحد من هدول الاثنين فما يكون person ما عنده exacerbations ما صابه او يكون صابته exacerbations one moderate exacerbations معناته خفيفة لكن ما اضطر انه يتنيم في المستشفى عشان ها not leading to hospitalization احكي اذا امشي لك اياها exacerbations ما اضطرت تفوز في مستشفى يعني ممكن انه تمشي واسدك لك اياها فبالتال احطك مع A وB والهم طبعا خانات احسن من E تعرف انه person امور فيهم ايش راح تكون احسن لكن لو الشخص هذا طلع هون لو كانت بغض النظر hospitalization مش hospitalization انا ممكن امشي لك واحدة اما يصيبك two exacerbations او اكثر لا معلش انت بدك تنحط في ايه انسالي قصة او بي انت ايه قولا واحدا او لو انصاب في exacerbation واحدة لكن الطري يفوت فيها على المستشفى تحكيله معلش هذه exacerbation واحدة ما بمشي لك ايه exacerbation جاء امضي ايه طررت اتنيا فيها على المستشفى كيف بدك ايه انا ماشي لك ايه ما بزبط ما بغطرش عليها بدأ احط اكثر ايه بشايف ما بدأها جدا سهل فاتفقنا الperson يما سيفوت في ايه او راح يفوت ايه او راح يفوت ايه طب هذا بناء ايه ايه احط person يعني انا لو لقيت ان هذا person لم يصاب exacerbation خلال السنة الماضية او 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 exacerbation خفيفة لا يفوت فيها المستشفى وستدكتد اياها وانا لازم احط ايه او احط FB بناء ايه راح تستخدم انت اسئلة score من اسئلة بنسمي MMC وCAT وبناء تحط person او او FB لما يكون score person واط انت بتيجي تسأله اسئلة هل كحة بالضايقك هل مثلا لكة النفس جامد يعني score good الدنيا هل سنشوف ه فانت لما تسأله هاي الاسئلة والperson بيحكي لك لا لا اشكو من هذا لا اشكو من هذيك الشغلة انت عم تعطيه score تقال وبالتالي رح تحطه في خانة ايه طب لما person جاء وك اه نعم 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 تدايقني جدا اصحى من النوم ابصر ايش والشغلات هاي كلها بتعطيه انت score قاعدة وبتحطه في B فإذا خلاصة الموضوع ببلش اول اشكو وبعدين بستخدم السيمتم عشان اكون دقيقة اكتر وحط person يما في A او FB تمام هلا اتطلع عشان انا اقيس للسيمتم واسأل الاسئلة تاعة السيمتم واعطي لسكور ممكن انت تستخدم طريقتين اول طريقة بسميها اختصار MMRC modified medical research council dysnnea scale اترون شو بتيجي بتحكيله تحكيله وصفلي البراثلس نستعتك وصفلي ديقة النفس وبناء عليه تعطي grade يعني بتعطي 0 أو 1 أو 2 أو 3 بتصنف شدة البراثلس نستعته بتعطي اوكي انا مثلا وجاوبك انه يس انا مثلا لما اطلع طلع بتصيب البراثلس بتعطي خلص score 1 بتحكيله يلا معلش MMRC score 1 خلنا نشوف لأي واحد انت من هدول تنتمي MMRC score 1 اوكي اذا انت في اه عفد كيف مبدأه هيك طب لو قل لك لا يا دكتور انا والله لما اكون قاعد في امان اله بتصيب لدي نفس تحكيله مثلا بعد اضع 3 MMRC score 3 معناته انت اضع في B هيك مبدأ كيف انا قاعد تدعب لعبة بالظر خلنا نبدأ نشوف شو مع بعض اول grade هي grade 0 ولا grade 1 فاتطلع description of breathlessness i only get breathless with strenuous exercise لما انا ابدل exercise sharp هاي معناته كيف strenuous exercise فهذا بدي اعطي score 0 هتحكيل ديش score 0 ديش مش score 1 لان يا دكتور بكل بساطة كلنا كلنا احنا we get breathless on strenuous exercise لان لما نعمل exercise sharp او مثلا نركن من مكان لما تحس انه نفسك ديك صور تتنفس بسرعة صح فعشان هيك مش احطي score انت 0 فاتطلع هون لما يكون الشخص هذا get short of breathless hurrying on level ground level ground معناته قر مستوي لما هو يكون قاعد يمشي سريع او هو يطلع طلع تصيب ديقة نفس بحط grade 1 مجهود اكثر من العادي مجهود اكثر من النوم طلع بحكي له 1 طب نطلع هون grade 2 مات بصنف بحكي لك انه لما يمشي عرض مستوية بمحاذاة ناس he works lower than people of the same age معناته اقل من العادي تمام zero shark واحد مجهود يعني اكثر من العادي بشوي او مجهود عادي زي انك انت تطلع طلع او بتسرع وانت قاعد تمشي بين المثنين مجهود اقل من العادي I work slower than people of my same age بسبب breathlessness هاي وانا قاعد بمشي I have to stop for breath when working at my own pace وانا قاعد بمشي في امان الله وعلى نمط الطبيعي او بسرعة الطبيعية مرات بحتاج اني اوقف عشان ااخد نفس فانت تعفنتوها مش الاشي الهي برضو طب نطلع هون على 3 3 سيئة طلع 3 I stop for breath after working about 100 yats ناس قديش متر كانت 100 yats بتوقع 10 متر يمكن ناس قديش كانت الصراحة فهو بيوقف عشان ياخد نفس او 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 يمشي بس اكم من دقيقة يوقف عشان ياخد نفس فهذا مجهود خفيف يدوب مجهود يدوب هذا بحطه ايش خانة ثلاثة بدأ يمشي صاب لديقة نفس طب طلع على 4 He is too breathless to leave the house ما بيقدر طعم البيت حبيس بيته I'm breathless when dressing تخيل عمو انه يدبس تي تصيب breathlessness هذا يضع فور هذا breathless at rest وهو قاعد في امان الله تصيب breathlessness فشايف كيف ترتيبون منطقة احفظ زي ما علمت ك ايهم شاق مجهود شاق هذا zero مجهود كلنا نحن نحن بس نبدو المجهود شاق طب لما يبدو المجهود يعني اعلى من العادي بشوية وتقدر تعتبره عادي زي طلع طلعة او هقع بسرع على ارض مستوية وقت يعطيه واحد لما تصيب ضيقة النفس هناك طب اثنين لما مجهود اقل من العادي او اقل من اقران مش قادر يمشي بمحاذاة اقران و لازم انه يوقف و هقع يمشي مرات بتطير نوقف عشان ياخد نفس طب ثلاثة مجهود يا دوب 100 يار 100 يار او او بعد بعض مينت بش بلش بتوقف عشان ياخد نفس اربعة بتصيب ضيقة نفس وهو يعني مش عم بيعمل اشي ما لش فصلت فيها بس عشان احفظ اياها طب نتطلع مع بعض خلينا ننمي السلافة من اول فالنفضل انه اجاك قل لي والله يا دكتور انا السنة الماضي صابت مجزا واحدة لكن رحت عالطوارق وعطوني بخخات وروحت ما اطلرت انه انا سير لحص احكي لو بمشي لك اياها انت ماش في اي انت يام في او ب تعال انا اشوف لك المرسي بدي بمشي اطلع تحكي معناته انت مرسي تاعك واحد انت بدي اضع في اي شايف المجهود الشرق او المجهود الاكثر من عادي هذا بدي اضع في اي اي اشي بيكون اقل من عادي وين بحط او منطق طب كويس ممتاز يا دكتور شايف انت هذا حكي الموجود هون كله ما بدنا فالدكتور حدفه ويستطيع تحذفه كل اريحية وطلع هذا هو نفسه MMRC سكيد المهم هون مورجيك الالغوريم كيف تبلش وكيف تقسم البيبول 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 وهذا غطيتكم معه غطيتم معكم في السلايد الماضي صح ما هل سأرجع افوض فيه عشان وقت المحاضر كلكم بتاعفو كيف تشخص البيبول ماذا يفضل تفكر يا دكتور طبعا المركز معي في اللكتور هو LAMA Long Actual Mascarinic Antagonist استخدم الماسcarinic أحسن من Beta 2 Agonist فقل يفضل انك تستخدم Long Actual Antagonist زائد تظهر بعض الناس معهم سيو بده لما يشم دخان خفيفة من هون يشوف غازات مهيجة أو يشم غازات مهيجة و الأعراض تشد عنده فبصير عنده شبه Exacerbation أو Very Mild Exacerbation لو الperson هذا أخذ Short Actual Agonist بلتاح فعشان إيش باجي بحكيله بحكيله لما تشد الأعراض عليك لأي سبب من الأسباب تفضل هاي هون كمان علبة فيها السابة Short Actual Agonist هاي مفعولها سريع فبتريح بسرعة لما تشد عندك الأعراض لكن بتحكيله إليش انتبه هاي العربة الإضافية فيها السابة هاي As needed مش علاجك الرئيسي مش تظلك تسحب منها لأ انت راح تعتمد على اللامة و بتضيف السابة حسب الحاجة وكي لما تشد الأعراض عليك و بدك ترتاح ها بسرعة فهي بنسميها As needed فهذا العلاج هو العلاج اللي بفعل طب حتى تحكي لدكتور مش بزبط اني أبلش معه بلابة بحكي لك يس بزبط انك تبلش مع بلابة وتعطي As needed سابة نفس المبدأ اللي فوق لما تشد عليه الأعراض طب طلع هون كمان ممكن العلاج السريع اللي بتعطي لما تشد الأعراض عند البيت بدل ما يكون سابة يكون combination of سامة and سابة يعني مثل بدأ أحكي لبايت انت والله مثلا بدأ تمشي على بخلينا نحكي بسبب انه أرخص بدأ أعطيك As needed بس يفضل انه هذا As needed يكون combination يعني العربة نفسها تكون combination فيها الدوين سامة وسابة لما تستخدم الاثنين ايش بتصفي النتيجة انه هترتاح بسرعة وبرضو انت بتكسب Advantage تاعة المسكرينك تمام فبرجع بعيد اللاما انك كسبان Advantage تاعة المسكرينك ممتاز ف As needed حين حاجة باستخدم سابة طب دم ما استخدم لابة يحكي لك في قدام خيارين ممكن تستخدم As needed هو السابة لوضبط واذا بتكسب Advantage تاعة المسكرينك antagonist ممكن تستخدم combination of سامة وسابة في نفس العربية هل ستحكي يا دكتور ليش ما استخدم لابة ومعها سامة As needed لحالها ليش السامة لازم يكون combination ليش السامة ما تكون مفصولة زي ما السابة مفصولة بحكي لانه السامة بتطول شوية عن السابة صحيح الاثنين سريعين لكن السامة بتطول شوية فاللي بريح البيشنت اسرع هو السابة تمام عشان السابة لازم يكون موجود في الاثنين لتربية لما تشد الارض فهيو بتعطي لابة ولما تشد الارض يما بتعطي السابة لحال وسابة كثير مفعول سريع بريح البيشنت أو بتحكي ليش مقاطي combination السامة وسابة أكسب بالadvantage تاعة السامة وعبين ما السامة يبل الشغل يكون السابة اشتغل وريح البيشنت شوفت كيف المنطق يمشي ممتاز ممكن لماذا تحكي له تحكي له عم ما تمشي على بونكو دائريتر ما تمشي على لون قاكلي روح البيت عادي عيش حياتك عادي تعايش مع السيو بيديتاتك لكن إذا شدت عليك الأعراض خذ يما سابة أو سامة سابة أزنيدد سامة سابة سأحكي لك هاي حركة هبدا لأن سامة سابة شورت أكتنج فالبيت سيأخذ عشر تلاف تبخير أو عشر تلاف كبسة أو استنشاق في اليوم وكعشر تلاف بخها فأين دانك يجوها بدلا ما يأخذ عشر تلاف بخها من سامة سابة ماشي على موضابة سابة سابة السامة مساوية وأكثر لعشرة هون انت بدك تستخدم لاما ولابا وبدهم يكونوا الاثنين مع بعض ما بزبط ماشي لاما لحال أو لابا لحال وتستخدم لابا بدك تمشي لاما ولابا بخير هنا في الاثنين موجودين مع بعض هتحكي طب يا دكتور أستخدم اللاما واللابا أكون مشهز هون علبة فيها لاما وفيها لابا لابا هون أستخدم يعني علبتين منفصلات لللاما واللابا وإذا أستخدم يعني علبة فيها combination بحكيك بزبط الاثنين ممكن تستخدم علبة فيها لابا تعمل أكم بخة منها وبعدين تخطع جنب وتستخدم علبة فيها لاما والضلق ماشي هيك على مدى اليوم ممكن تستخدم علبة وحدة فيها لاما لابا combination شوفي عندك لاما لابا combination تذكر المونيكس مثلا لابا فورم ترول الفارم الفارم اللي هي glycopyrolate تاعة الشغر بحكي لك ممتاز هيك بلاش تستنتج إيش في عندك كمان مثال انديا اندك ترول اندك ترول يا دكتور تاعة الانديا برضو glycopyrolate بحكي لك ممتاز أولا داترول أولا thaiotropium بحكي لك ممتاز هيك شاف كيف صرت تستنتج هم لحالك فهي لاما لابا دول bronchodilator therapy وطبعا راح تخط السابع as needed for acute disnea لما تشد عليه الأعرض طب نيجا سواء على group e الان في group e الأمور عند person سيئة فممكن تحط في الاعتبار النهيد cortic steroid صح بس هذا الاشي شو اللي حيحددو ايو الاشي اللي راح يحددو هو levels تاعة leucinophils عموما هنا يجي نتطلع person in group e امور سيئة وانعارف انه لو person عند leucinophils كثير ان cortic steroid سيكون فعال لو كان leucinophils اقل اقل من 300 ان cortic steroid ما سيكون فعال كثير فميش ماجي احنا اتفقنا على اساس بحط person في group e يما انه صابت two exacerbations or more بغض المظر عن نوحهم او بسبب انه فات المستشفى اوكي فبناء انا اذا الحكي بشوف انا الامور عند patient هلا لو person ما فات عن المستشفى بحكي اوكي اموره نوعا ما اوكي صحيح هو في group e واموره سيئة لكن يعني مش كثير يعني مش ندرجة سيئة جدا فاذا كان نوع عايش رح امشي patient لو ما كان عند uzenophils عالية وما فات وما صار hospitalization تحكي لو تعمل امشي علامة ولعبة فيش داعي اعطيك اولا انت ما عندك uzenophils فعض فاضي وانت ما فتت المستشفى يعني لعبة شبه group B و ساب ازني لت فورا Q بيمشي بالظبط زي group B طيب اوك طلع هون لو person كان عنده uzenophils عالية اكثر من 300 اول السبب انه حطنا في group E كان انه فات المستشفى بتحكي اه معلش هون بالاضافة لللامة واللعبة بدي اضيف الانهار corticosteroids وطبعا 7 as needed for a Q سهلة ولا صعبة كتير سهلة صح بgroup A الامور flexible ممكن تستخدم دواء واحد لامة لابة ممكن تحكي لابة فيش داعي تمشي عدوة اصلا بس لما تشد عندك الاعراض خد سامة وسابة 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 وغريح راسك group B بدي استخدم combination لامة ولابة as needed therapy لما تشد الامور طب بgroup ايه بدك تحدد شدة group ايه في usunophys هل فات المستشفى ولا لا ما في usunophys مش شي زي group B بزر لامة ولابة وزائة 7 as needed طب لو كان عنده usunophys hospitalization آه تعال ننضيف corticosteroids وطبعا guideline تمد قدام تفكر انها بس هيك guideline آقذ من هيك مثلا زينفلز بفترة لو رقيت ان usunophys اعلى من 100 ممكن اضيف corticosteroid usunophys اقال من 100 ضلك مكمل زي ما انت ذكر هون كان usunophys اكلم 300 ليش عم بحكي لك هاي الشغلة من باب الاحتياط يا دكتور اوكي whatever the grade of the patient a, b, c, d فكك منها e لا ما بتعطي rescue therapy do short acting عشان ايش لما الامور تشد عند the patient هذا ايش ايش بسمي as needed therapy ومنتك حتى كمان سمي rescue therapy لك تنجي the patient من الشدة لصابته طب نيجس هون على اخر سلايدين او اخر سلايد هو فعلي اخر سلايد من الششة exacerbation management من باب الاحتياط طلع هاي هون انحطرت لك definition تاعت exacerbation كان دكتور سوفيان حاطب اول سلايد من الليكتور بس طبعا يناسبنا تكون موجودة هون ايش تعريف exacerbation even characterized by dyspnea and or cuff or sputum that worsen over this land 14 days شايفة كيوت من خلال يعني اقل من اسبوعين تكون بيانة عرضها بتزيد الدسمية بتزيد cuff or sputum وقد تهدد حياة الpatients زي ما حكينا accompanied by tachypnea زيادة في التنفس والتachycardia طلع هون زيادة في النبضات القلب ليش كلها محاولة من الجسم للتعويض النقص على الأكسجين فراحة كيف exacerbation عم بيعملها hypoxية فالأمور الشخص مع exacerbation سيئة تعريف جدا بسيط وحكينا the key symptoms increase breathlessness the usual cause of exacerbation viral infection bacterial infection tuberculosis environmental okay acute exacerbation often unexplained can be a pulmonary embolism هاي شغلات حطيتها من باب الاحتياط هي موجودة في صلادات السنة الماضية طيب شو المانجمنت تعليف exacerbations برجع بذكركم فيه انتم كلكم عارفينه بس طلع أول شي بتبدأ باكسجين طبعا لانه person اموره سيئة عنده hypoxia وترى الاكسجين بساعد انه بساعد في الفازو داريش تاعد يعني بيعمل تستخدم السابة يعني تستخدم البيترول وبجوز كمان تستخدم السامة اللي هو الابراتروبيوم اللي تقدر تستخدم الكمبيناتش لكن هون اللعبة واللامة ما لهمش وجود أنا هون مستعجل exacerbation emergency حكيت لكم إياها وين برجع بعيدها طب إذا الشخص ما جاوب للسابة والسامة بدك طعطي أورال كورتيكوسترويد تمام زي إيش بريدنيسولون هالو كورتيزون وديكسا ميتازون نفسهم على آخر سلايد حسا الدكتور حكيت أنه حدث هذا السلايد وفعليا ما حدث هذا السلايد مش إنه حدث لا هو يعني أراد ما رقع عنه هو نفسه تعال ABCD طبعا هذا حكي طبعا كله بدنا شيئا فتطلع شغل منطب تاعك يا دكتور بداية كيف تتعامل مع المريض أوليش بتطلع على المريض المريض عنده two or more بغض النظر عنه عمارد مودلت مفاتش المستشفى مهم two or more بدنا رحطك في خانة A hospitalization بوحدة خانة A طب لو الperson ما كان عنده وكان عنده دسمية دقيقة نفس أو عنده أعراض بدك تحدد شدة الأعراض باستخدام المريض والكاتس كوز يعني هذا العمود بيعكس لك يما A أو B وعن العمود على اليمين بيعكس لك A طيب لو كان الشخص هذا A ورح تمشي يما على لابة لحال أو على لامة لحال وبتعطي أزنيد التربية وبجوز ما تمشي عليهم أصلا بتحكي لبس أزنيد صح طب لو كان person B رح تعطي لابة ولامة ممكن كل واحد فيهم في علبة منفصلة وممكن اثنين في نفس العلبة وبس هذا حكي بناشي ياه طب A A A رح تيجي تعمل فكرك من هون إي أنت بدك تشيك على البرادة يزينفلز وبدك تشيك هل صابة أو hospitalization ولا لا إذا البرادة يزينفلز أعلى من 300 بدك تضع لابة ولامة ونهيرد corticosteroid طب إذا كان تقريب 300 ما في داع تضع الهيرد فبضل لك مشي على لابة ولامة زي بشافية عادة بس مجرد عادة لأن أنا بس قاعد بعيدة عشان أعمل معك مراجعة وزي ما حكيت لكم في السلايد الماضي نفس ال garden سبح ونهيرد إذا اللابة يعني بعد ما تمشي person على لابة ولامة أرجع شرك على lezuniflz إذا لقيت مكتم 100 ممكن lezuniflz يستفيد عن corticosteroid فبضيف ويستخدمه متى لما يكون عندك FEV1 أقل من 50 وبعض المصادر تحكي لك أقل من 60 ومع chronic bonkartis وليسم في الزيما ويحكي لك ممكن تستخدم azithomycin هو واحد من antibiotex من عائلة macrolides بزبط أيضا arithomycin لماذا؟ لأن azithomycin هذا أول antibiotex ممكن يعالج لك الانتهبات وكمان anti-inflammatory زي زي غف lumi last بخفف l-inflammation azithomycin يستخدم preferentially informer smokers خلصنا لك توقع طالعين منه أساتذة صح؟ ممتاز هس صار وقت حد الأساتذة ونقيس ماذا فهمكم